السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بشهر رمضان الاكرم والذي اكرمنا بليلة فضيلة مباركة انها ليلة القدر والتي خلد سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه العزيز فقال انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر هذه الليلة المباركة لماذا عظمها الله تعالى ولماذا سماها ليلة القدر لان قدرها عظيم وشأنها كبير وايضا لان العباد فيها تحتمل اجرا وتوابا مضاعفا وقيل لان فيها تقدر اقدار الخلائق في هذه الليلة المباركة الله عز وجل يكتب على عباده الاقدار للعام القادم من صحة ومرض من غينا وفقر من نجاح ورسوب من عزة وذلة ومن حياة او موت الكل يكتب في هذه الليلة المباركة ربنا عز وجل اكرمها لماذا لان فيها وقع حدث عظيم وجليل وهو نزول القرآن الكريم من السماء الى الارض في هذه الليلة امر الله تعالى جبرايل عليه السلام بان يأخذ نسخة من اللوح المحفوظ لهو القرآن العظيم ونزل به الى بيت العزة لهو في السماء الدنيا نزل به دفع واحدة ثم بدأ بعد ذلك ينزله على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متفرقا منجما بحسب الوقائع والاحداث هذه الليلة المباركة ربنا عز وجل يقول إنا أنزلناه فيها تعظيم بمعنى أن القرآن الكريم هو المحتفى به نحن نصوم ونقوم الليل احتفاءا بنزول القرآن الكريم وكان أول ما نزل هو خمس صور من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق هذه الليلة المباركة سبب منحها للأمة الإسلامية هو أن الأمم السابقة كانوا يعمرون كثيرا كان الرجل يعمر خمسمائة سنة ألف سنة يقال بأن فرعون عاش ثلاثمائة سنة ونوح عليه السلام لابت في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وهكذا دواليك لكن أعمار الأمة الإسلامية ضيقة بين الستين والسبعين وقليل من يتجاوز ذلك ربنا عز وجل أعطنا هذه النعمة وهذا الفضل فقلنا ليلة القدر خير خير من ألف شهر ألف شهر هو تلاتة وتمانين سنة يعني أفضل بكثير من تلاتة وتمانين سنة حسبوها العلماء قل لك إلا عاش تغير تقريب تلاتين سنة وكل ليلة في رمضان تقوم ليلة القدر غير يكون عمرك أزيد من ستلاف سنة أنت عمرك ستن عام لكن تبعت عند الله يوم القيامة وعمرك تجاوز ستلاف سنة بمعنى أن أعمر أمة الأمة الإسلامية غد كني الأطول والأكرم والأبرك هذه الليلة ما يقع فيها ربنا عز وجل يأمر جبريل لوكت أمين الملائكة وأمين الوحي وقائد الملائكة جبريل عنده سبعمية جناح وكل جناح يمثل السلطة وجناح واحد لو ضرب به هذا الكوكب الأرضي لا سرى ترابة ينزل سيدنا جبريل في كبكبة من الملائكة أي في جماعة من الملائكة الملائكة أطهار نورانيين لماذا ينزلون؟ لكي يسلموا ويدعوا ويباركوا لكل من كان ذاكرا لله قاعدا أو راكعا أو ساجدا أو قائما كل من كان في عبادة إلا ويسلمون عليه ويدعون له ويباركون له في هذه الأيام المعظمة هذه الليلة متى هي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يالله كان غير يخبرنا أين هي هذه الليلة فادخلوا عنده وحجوا الصحابة وبدأ أن يحتقان كلك يقول حقي حقي فدخل بينهما الشيطان وغاضبا فإذا بالنبي الكريم قال نسيتها الله تعالى سلبا منه ولم يعرفها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما بعد الصحابة ألحوا عليه يا رسول الله أي ليلة في رمضان فقال لهم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان فبدأ الصحابة يشتهدون في العشر الأواخر كلها الوترية والشفعية إلى أن جاء يوم أمنا رائشة رضي الله عنها قالت رسول الله دلني عليها فقال لها التمسوها في العشر الوترية من رمضان هي الواحد والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتسع والعشرين لكن لماذا النس يقومون بالسابع والعشرين لماذا يقال بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاء الصحابة أشفروا أمنامية تعاقبت فيما بينهم فأخبروا بها النبي الكريم قالوا رأيناها ليلة السابع والعشرين قال هي تلك وقيل بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في لحظة مع النبي فقال لا إلا علها السابع والعشرين وسيدنا أبي بن كعب الحافظ للقرآن الكريم أقرأكم للقرآن أبي قال والله إني لا أعلم أي ليلة هي إنها ليلة السابع والعشرين شمسها تطلع لا شعاع فيها فالعلماء قال هناك علامات لهذه الليلة المباركة أولها ما كيكوش شمسها الغدله ما كيكوش فيها شعاع حار وما كتكونش في الرياح ولا قواصف ولا عواصف وكتكون في السكينة والطمأنينة في القلوب والأرواح والناس كيشعروا بنشاط زائد في غير أيام رمضان ووحدة النورانية تشع في هذه الليلة بسبب النور دي الملائكة هنا أمنا عائشة قتله يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقل فيها؟ قالقوا فيها اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاحفو عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاحفو عني ماذا يستحب في هذه الليلة؟ الإنسان ذيك الليلة عدنا تكون إن شاء الله نهل إتنين أشغالي للإنسان ذيك الليلة إن أسق بعض العصر إن أسق شوية ياخد طاقة دياله يشبع من النوم باش يستعد للقيام من اللي يفطر ياخد فطور خفيف يستحب أن يستحم ويلبس أجوة تياب ويتعطر ثم يبكر للمسجد أثناء العشاء غدقى المؤمنين والمؤمنات سبقوه للجامع آنذاك غد يبدأ بذكر الله أجمل شيء نبدأ بالاستغفار مئة مرة لأن الاستغفار الله عز وجل يزيل عنك الصدق لكن في القلوب بعد ذلك أبدأ بالصلاة على النبي مئة مرة لاش؟ باش يعتك الله الحلاوة للعبادة اللي كيشعر بالملل وما كيشعرش بحلاوة العبادة باش يجيبها يصلي على النبي الكريم وكيعطي الله حلاوة العبادة ثم يبقى مع المؤمنين والمؤمنات في الصلاة وغير في الاستراحة المؤمن والمؤمنات كي يقلسوا للذكر والمذاكرة دروس الوعظ والإرشاد إلى غير ذلك جميل أنه يصطحب مع مصحف وسبحة من اللي يسال من الصلاوات والقيم والركوع يقرأ المصحف الشارف إذا تعب من المصحف الشارف يشد صبحة يذكر الله تعالى لا يضيع لأن كل لحظة فيها أجر وتواب ومن اللي يسالة كله يرفعه ديل السماء ويقول لأدعية لأن في هذه الليلة الله تعالى يعطيك ما تريد اللي كان مارض وسقيم العلاج يأتي هذه الليلة بالصحة والشفاء العاجل اللي كان فقير الله يعطيه الغنى والمال الوفير في هذه الليلة المباركة اللي كان متزوج وديما في السراع وخصام في هذه الليلة يعطيه الله المودة والرحمة اللي كان عازب أو عنده بوار الله تعالى يرفع عنده الموانع ويختار له الأنيس والرفيق والحبيب المبارك اللي ما عنده وليدات الله تعالى يعطيه الحمل القريب اللي عنده أولاد وأشقية ربك يهديهم في هذه الليلة ويطم الصلاح أكثر من الدعاء 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 ولا ننسى الأموات الأموات دينا ما ننسوهمش لأن في القبور دينا ما نديني ديهم ندعي لهم بالرحمة والمغفرة لا بأس مش نزورهم في هذه الأيام في المقابر ونحترموا أداب القبور ومأقرة الشريعة الإسلامية من دخل المملكة الأموات سلامنا عليكم أهل قوم مؤمنين أنتم الصابقون ونحن اللحقون اللهم لا تفتننا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم وندوم عنا شوي ذي المال ركت جمعتهم الفقراء والمساكين لا بأس نصدق عليهم ونوسع الفقراء والمساكين شهر الصيام والقيام والموسط وهكذا سنكون إن شاء الله تعالى حصلنا على أجر وفير لهذه الليلة حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بعض العلماء يأكدوا بأن هذه الليلة رفعنا هي السابع والعشرين علماء معاصرين لهم مختصين فيما يسمى بالمنطق الرياضي في القرآن الكريم القرآن الكريم رياضيا كان في سروبه الآيات مثلا سورة القدر عدد آيتها أو عدد كلماتها ثلاثين كلمة إنا أنزلناه في ليلة القدر إلا حسبناها ثلاثين كلمة والشهر في ثلاثين يوم إلى أن قال الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر كلمة هي هذه زائدة تقول العلماء لو قال رب العزة سلام حتى مطلع الفجر لكان الكلام مستقيما فلماذا ربنا عز وجل حشر كلمة هي في السياق قال لك هي هي رقم سبع عشرين سلام هي فهذا أرجح بإذن الله تعالى أسأل الله الكريم أن تقبل منا ومنكم أجمعين اللهم تقبل منا سيام رمضان وقيام لياليه وختم القرآن اللهم وفقنا لقيام العشر الأواخر على الوجه الذي يردك عننا واكتب لنا في ليلة القدر أوفر النصيب واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأحبابنا من النار واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله